استضاف مجلس الوزراء اجتماعاً للمجموعة الثانية من وفد مساعد أعضاء الكونغرس الذي يزور مصر حالياً لإطلاعهم على عناصر المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة وخلال الاجتماع استعرضت المهندسة راندا المنشاوي مساعد أول رئيس الوزراء تفاصيل مبادرة حياة كريمة وما تضمنته من تدخلات تنموية ومشروعات بنية تحتية تستهدف تحسين مستوى وجود الحياة لنحو 60 مليون مواطن في ريف مصر من جانبه أثنى وفد مساعد أعضاء الكونغرس علامات تتضمنته مبادرة حياة كريمة من منظور تنموي متعدد الأبعاد مؤكدين أن تنفيذ المبادرة بهذا الشكل سوف يسهم بشكل إيجابي في تحسين ظروف المعيشية لملايين السكان